الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي وأسأل الله سبحانه الذي جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبينا بمنه وكرمه وهو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة لازلنا مع الأدب مع الله جل وعلا مع أدب الفرار إليه سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين فرار من الجهل إلى العلم قصدا وسعيا عقدا وسعيا وفرار من الكسل إلى العمل عزما وجدا متى ستعمل اعلم أخي أن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه هذا من نفيس كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى اعلم أن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه قال الله جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون تدبر معي آيات سورة آل عمران المؤثرة الجميلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض خلي بالحضرتك ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد خلي بالك فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل عمل عامل مع أن السياق يقتضي فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع ربنا 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 خمس مرات ويأتي الجواب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع لا بل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى لابد من العمل أمة لا تعمل وراء الركب ببعيد أمة لا تنتج وتنتظر سلاحها من يد عدوها لن تكون كلمتها من رأسها لابد من العمل لابد من العمل للدين والعمل للدنيا وانتبه فنحن لا نفرق بين العمل للدين والعمل للدنيا أبدا وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع في دعائه الجميل الوقور بين هذين الأمرين فأقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري خلاص يكفي هذا لا وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر من قال بأن الدنيا لا قيمة لها ولا وزن لها ولا نبغي أن نلتفت لها هذا كلام لا ينضبط لا شرعا ولا عقلا قال علي بن أبي طالب بفهمه الراقي رضي الله عنه الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار غنا لمن تزود منها ودار نجاة لمن فهم عنها فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة وقل اعملوا هذه مزرعتك هنا اغرس هنا لتجني الثمر هنالك يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها أي في الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة فهي مزرعة نزرع فيها لنجني هذا الزرع وهذا الحصاد بين يد الله تبارك وتعالى في الآخرة أيها الأحبة من الأحاديث التي تبين لنا أن القول بدون العمل لا وزن له ما قيمة قولي وإن كان جميلا إن لم أعمل به وما قيمة كلماتنا الكثيرة إن لم نعمل بها ما قيمة العلم إن لم يورثنا الأدب ما قيمة العلم إن لم يورثنا العمل ما قيمة العلم إن لم يورثنا الخشية ما قيمة العلم إن لم يورثنا الخلق ما قيمة العلم وما قيمة التنظير وما أيصره بل وما أرخصه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا فلان يا فلان ما لك ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العمل العمل بعد العلم والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم الفرارة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا والفرارة من الكسل إلى العمل عزما وجدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته